نروح لمطش النهاردة بالليل في مباراة درب نار مباراة درب نار لأهميتها التاريخية نتكلم على أهم وأكبر فرقتين في إنجلترا من حيث سبعا عدد الألقاب والبطولات نتكلم على ليفر بول ومنتكلم على منشستر يونيتد ليفر بول ومنشستر الحقيقة مع بداياتهم واضح أنه البداية مش أحسن حاجة أو مش على مستوى التوقعات السنة دي كنا نتكلم على وبالمناسبة على خلفية المباراة دي فيه مشاكل كتيرة جدا من جمهور منشستر يونيتد مع ملاك النادي عائلة جليزر الأمريكية وكان مفترض النهاردة يكونوا فيه وقفة طلبا أو ساعيا من جمهور النادي أن العائلة تبقى ترحل عن منشستر يونيتد وتبيع حصتها في النادي لكن خلينا نرجع للمطش لأنه اللي همنا فيه نجمنا المصري محمد صلاح هي بالتأكيد واحدة من دربية إنجلترا الكبرى مباراة بالتأكيد هيكون بحجم الأسماء والتاريخ والبطولات والمنافسة الكبيرة الممتدة على مدار التاريخ أكيد هتكون مباراة حماسية جدا وخصوصا كمان كلام على الصفاقات الجديدة اللي بتظهر لأول مرة واللي يزيد كمان من ده ويغطي هو محمد صلاح نجمنا المصري اللي على بعد أو على أعتاب تحقيق رقمين مهمين جدا في مسارة الكروية في إنجلترا وتحديدا مع ليفربول صلاح لو سجل هدف النهاردة في المباراة يضرب عصفورين بحجر واحد العصفور الأول الهدف التاريخي الهدف التاريخي لليفربول حتى اللحظة هو طبعا الأسطورة روبي فاولر برصيد 128 هدف بيلي في الترتيب ستيفن جيررد واحد برضو من أساطير ليفربول بيفرق عن محمد صلاح بهدف وحيد فمحمد النهاردة لو سجل صلاح لو سجل نهاردة في مباراة منشستر يونيتد يتساوى مع ستيفن جيررد في إنه يكون في المرتبة التانية على مستوى الهدفين التاريخيين ويقدر صلاح جدا الموسم ده يكون الهدف أو ينفرد بلقب الهدف التاريخي لليفربول لو استمر على نفس المستوى النقطة التانية هي أنه الهدف بتاع صلاح النهاردة يخلي الهدف الأول لليفربول في مواجهاته مع منشستر يونيتد على مدار التاريخ كله فبالتالي النهاردة جول صلاح في منشستر يونيتد يفرق معه كتير جدا على مستوى الأرقام القياسية وهيمكن سجل قبل كده في الموسم اللي فات خمس أهداف مرمى منشستر يونيتد وأعتقد أنه هيكون واحد الدواف على صلاح النهاردة للتقلق للحية رغم بتاعات يفربول نوعا ما عن مستوى في بداية الموسم إلا أنه صلاح يبدو أنه الغزالة ريئة زي ما بنقول وأنه هيقدم موسم إن شاء الله يكون واحد من أفضل المواسم رغم أنه السنة دي هتكون صعبة شوية المنافسة على فكرة الهدف لكن صلاح أدهه قدود وعنده الخبرة وعنده الألقاب وعنده من العزيمة والإرادة والعقلية اللي يخليه يقدر يحقق ده في الفترة اللي جاء